اشتركوا في القناة لا في البصرة وحدها بل في عدد من ودن جنوب العراق ووسطه ولم توجد الحكومة الاتحادية ولا السلطات المحلية حلولا تمتصها والآن ليس واضحا إلى ما ستأول الأمور مع دخول موجة احتجاجات البصرة فصلا دموية قتلى وعشرات الجرحة يقول متظاهرون ونواب المحليون في البرلمان المنتخب حديثا إن من أطلقوا الرصاص نحوهم هم رجال أمن لكن في المقابل تتحدث السلطات عن مندسين وسط المتظاهرين فيما يرى التيار الصدري أن من فعلوها هم مدسوسون في صفوف الشرطة نفسها ثمت إذن من يستفيد من تأزيم الموقف بنسبة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته من يقف وراء هذا التصعيد الخطير جهات لم يسمها تسعى برأيه لجر البلاد إلى مشاريع تريدها فهل كان حيدر العبادي يشير إلى خصومه السياسيين ممن يريدون على الأرجح تقليص حضوظه في رئاسة الحكومة الجديدة إنه مذهب من يربطون الاحتجاجات الشعبية باستفحال أزمة تشكيل تلك الحكومة يقولون إن المقصود حصراً ائتلاف الفتح وبخاصة قادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت لوائه والذين دخلوا على خط أزمة المظاهرات فمع اشتداد الصراع على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر منهم من قال إنه لن يقف مكتوف اليدين إذا تعاملت قوات الأمن بعنف مع المحتجين ومنهم من هدد وحلفاؤه بإسقاط الحكومة التي سيدعمها الأمريكيون خلال شهرين من تشكيلها وسواء أحظيت بدعم من هذه الجهة أو تلك فإن ولادة حكومة العراق الجديدة لا تزال متعصرة إذ تستفحل الخلافات بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية حول الأحق بتشكيل الحكومة وقد تسببت تلك الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد إلى منتصف الشهر الجاري يبدو أن انقسام القوى المتصدرة للمشهد السياسي العراقي منذ 15 عاماً عمق الفجوة بينها وبين قواعدها بالنظر إلى أن الاحتجاجات تفجرت في معاقلها بجنوب البلد وبفعل تشابه الظروف والمظالم وفقدان الثقة في رموز العملية السياسية فليس مستبعداً أن تنتقل عدوى المظاهرات إلى مناطق عدة من العراق ليست أحسن حالاً من البصرة هناك يلوح هؤلاء الذين سائم الوعود باعتصام مفتوح إذا لم يستجب لمطالبهم قد لا يفهمون كثيراً في الحسابات الحزبية والمصلحية الضيقة التي تؤخر ميلاد الحكومة لكنهم يريدون حكومة ناجعة تنجح حيث فشلت سابقاتها أن توفر للمواطن العراقي الحد الأدنى من الخدمات الأساسية ترجمة نانسي قنقر